رئيس السيسي يعرف عن تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر مع بوروندي مدبولي يؤكد الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة والعراق يعلن مقتل سبعة وعشرين إرهابيا في عملية الأسد المتأهب بمدينة الموصل الثانية ظهرا الثانية عشر في جرينتش موكزن إخباري جديد يأتيكم من إكسترا نيوز أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين مصر وبوروندي وخلال استقباله نظيره البوروندي إفارست ناديماشي بقصر الاتحادية أكد رئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي لا سيما في قطعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بستام راضي بأن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة حيث أكد رئيس السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومية ومن ثم تمسق مصر بحقوقها المالية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ومن جانبه أشاد الرئيس الند شامي بالدورة المحورية الذي تتطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن وأضاف متحدث الرئاسة أنه في ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسمة توقيع العدد من مذكرات التفاهم بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير وطعميقي كافة أشكال التعاون القائمة مع بوروندي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظره الرئيس البروندي حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر مع بوروندي مبينا أنه أجرى مباحثات مكسفة مع رئيس بوروندي سدتها روح التفاهم والتنصيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكد أنه تم التوافق على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أثاق أرحب استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع المجلس برأسته نتائج أعمال الدورة التسعة والعشرين لاجتماع اللجنة العلية المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في عمان وتطرق مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بالملك عبدالله الثاني وكذلك الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة سلطية بين مصر والأردن والعراق كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا وعلى جانب آخر شدد مدبولي على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة مع اقترب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص كما حذر من عودة الارتفاع عادة الإصابات بالفيروس مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمرة الثانية خلال أسبوع ترتبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وخلال اجتماع عقده بحضور وزيري التربية والتعليم والاتصالات أكد مدبولي الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر حتى تكون هناك جاهزية بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبي الأول والذي سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمية كما شدد مدبولي على أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبي لاختبار المنظومة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التبع لها ترشيدا للنفقات ومن جانبها أوضحت وزارة الطيران المدني أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التبع لها وفقا للمعايير العالمية وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين بها مشددة على أن الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريحات لإكسترا نيوز بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات العملاقة والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة خلال عبورها لقناة السويس ضمن قفلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام وتابع رئيس الهيئة أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية مشددا على أن القناة السويس لا تتدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مقتل 27 إرهابيا قلال عملية الأسد المتأهب في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل وقال رسول أن العملية انطلقت منذ التاسع من مارس الجاري في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل واستهدفت بقايا عصبات داعش الإرهابي معضحا أن العملية شهدت تنصيقا كبيرا بين جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية انتهى الموجز الإخباري وفي النهاية نحيط على المساعدة المشاهدين بأن تردد إكسترانيوز الجديد و11785 معدلة ترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة شكرا لكم